تلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى المرأة حفظها الله برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وذلك بمناسبة ذكرى الحادية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة أعرب معالي في البرقية عن عظيم الفخر والاعتزاز بما توليه سموها من جهود كبيرة للارتقاء بمكانة المرأة البحرينية ومشيدا من نهضة الحضارية التي تشهدها مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مؤكدا الدور الرائد للمجلس الأعلى المرأة في تبني ومتابعة قضايا المرأة البحرينية وتعزيز تقدمها وتعظيم إسهاماتها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والسياسية ولتساهم بدور فاعل في مسيرة التنمية والإزدهار حيث أصبحت مملكة البحرين نموذجا يحتدى به إقليميا ودوليا في مجال تقدم المرأة